الموضوع الأكثر جدل الموضوع الأكثر أهمية منذ الثورة إلى اليوم برغم من تتالي الأزمات الأزمة الاجتماعية الأزمة الاقتصادية وخاصة الأزمة السياسية ملف الشغل الشغل وقسته مع الشاب التونسي خاصة وأنه عنا أكثر من 700 ألف شاب تونسي عاطل عن العمل وهو كذلك في رحلة البحث عن العمل فهل أنه الشغل هو ملف خاص بالدولة ومن مسؤولية الدولة أم أن الشاب التونسي هو مسؤول عن البحث عن موطن شغل خاص به بالنسبة لي أنا 70% مسؤولية الشابية راقد ويحب تجيلي فلوس 30% للدولة نفهميش خدمة حتى المعامل طوما عاش بترسمك جميلة عارف روحك تبتيخد معامل عامين مش تتاقت في اللخ يودي الدولة لازمها أول حاجة توفر لشابيبة مواطن شغل كوي خنخدم حابوا نخدم وعنا ما تعطونيش رخصونا في المعيشة خلونا نخدم خنجيبوا لقمة الحليل وحدنا تبدأ تجيبها لقمة وتبدأ عارقة لا تنجب تعرف كيفيش تصرف بيش تخرج إذي أول حاجة الدولة تخليك ديما في نفس الدور إنتي تحب تكون وتحب تعمل تبقى صفر موصولية الدولة بالحق بالطبع موصولية الدولة من الشباب كيكا بيش يخدموا لرواحهم وحدهم ولازم الدولة توفرهم لهم الخدمة توفرهم المعامل توفرهم فهمة المصانع توفرهم موطن الشغر من الشباب بيش ناقص حتى على التعليم التعليم قريبش انه نولوا انترسموا في المركز ومشانهم سيبين الماء على البطيخ شوية ملحنة وشوية مرتبة ليدين شوية ملسياسيين وشالله نلقاه وفهمني إنسان اللي طيب القلب وذكي المخ وفهم الوضع والوضع العالمي جملة ويعرف كاش يسيئر البلاد سهلة بلادنا وصعيبة ماهيش بالضبط باش يحبلها برشح سابات واحد مع واحد يساوي اثنين بالنسبة للأمور شباب تونس وينو شباب تونس ماهي شباب تونس تونسو الكل ومشيه في المحر وفي الأوروبة ومتيجه يعني شنور باش تسهل عليا الشباب بزيلو أربع كعبات ناس عايشة وناس باش تموت الحاجة اللي تعالق بالشباب بتبعتها يعني تكون من الدولة بتبعتها أو الحاجة يزم توفر للشباب مواطن الشغل وكاذية خاطر بتبعت الشباب هو عامل ثورة ويستنى في الحكايات إذية علش عملها والشباب الثورة عملها فهمتني باش يتوفر له مواطن الشغل باش العباد اللي باش هيدا تمشي تخدم فهمتني وشباب يمشي يتطور البلياد شكون يمشي قدمها البلياد وشكون يمشي تطورها البلياد ما والشباب هذه مسؤولية الدولة أنا نظلم في الحكاية إذية مايش مسؤولية الشباب يعني إيه هو كالشباب كباش يبحث وباش يعملها ذي لازم توفر له ميديات للدولة معناها كي يفهمها فورماسيون معناها عباد قارية لازم تتوفر له معناها تعطيه قروض توفر له وتساعده معناها باش نجم يعمل هو يبادر ويعمل البروجيه اللي يحاشتوا بيه ويعمل هاي هما فهمة شايفة الدولة فهمية شلي هذلي يشد معناها في كرسي يشبدليه ويلاقارب متاع مايخليش الشباب مايوفرش حد شاي للشباب كلهم معناها واع وكيما نبي القربي هوا مع قرونا واحد كيما نقوله ما تعطيني سمكة بل علمني كيف أستاد مثلا كيك ما تسرقش لبليد تصلح ووفر مواطن الشغل توكل شي تصلح بالنسبة للبطالة والخدمة واحد هو مش يغتين معناه من الدولة ومن الشباب أما بالنسبة لنا نحن مثلا نقرة جوي بيم زلت نقرة في الفاك كما عارف روحي ناريخي مايش نلقى يخذ معناه مشكلة لما برجولي يحبلش كل ما الدماغة ديها ما نتصورش معناه منعيش نكذبش عليك يعني تقرأ وعارف اللي مفهمش مصاب باهي على الكلمة ديها هني أنا نقرة في الفاك وواحد وبالنسبة مثلا لأصحابي كل مكثريتهم يمشوا يقرأوا بريفيا أو في الإسبرية مسبيه واحد علش قاتل همو يوفروا لهم مواطن شغل من عندهم يخلوهمش يلوش بالنسبة لي كي نقر يتاتيك وواحد ما نخلطش نبعد نلوش معناه حد كبش نلوش على خدمة آه ببرشة معناه دي جاء قاعدين في القاوي واحد متخرجين وبالليسونس وبالماستير وواحد ما يلقاوش خدمة ما يقرأوا بريفيا هي أنا مثلا ما عنديش فلوس بش نقرأ بريفيا نعم نعم خمسين بطالة بعد ما نأخذ ليسونس نأخذ المستير ونعم خمسين بطالة نبدأ نخدم في ثلاثين سنين وقتاش بش نكونا نجيبش كو معناه مع الكثرة الفاكية بريفيا ومع الطابقة الغنية كيف ما نقوله نحن عندها الفلوس بش نقرأ أولادة وكل شاي يحطمونا نحن ويقرأوا أولادهم ويقرأوا أولادهم وكل شاي نتحطمونا نحن خاطرين ما عنديش بش نقرأ بثمان عملين في الإسبريد أغلب الشباب ما يخدمش هل أنه من مسؤولية الدولة أم مسؤوليته هو في عدم المبادرة مسؤولية الشباب دي ما ما هوش قاعد يلوج دي ما مذيبية كلها لقمها باردة وحتى كيفش يخدم بساعات شهريات ومتخلص شهرية ما تخلص زوز يكملوا بعض الشباب يلزم يطور من روح يلزم يقرأ يلزم يطالب العلم والدولة زدها يلزم توفر له شغل الدورة يلزم زد توفر له شغل سمحني هاو أليف تقول لي ما يقراش الشبابة دي بطال على خاطر وما يقراش ويني هاو صحاب شهيد العليا وبطالة يقعد بالعشرة سنين ما يخدمش يمشي يتذل في المعامل يخدم 24 ساعة وفي الأخر يعطيها عشرة أليف النهار والله فهمة معامل تخلص بالعشرة أليف ستعايشوا خمسة مئة تل يلقاها ماشي ترونسبور ياكل هولو الخمسة مئة تل يوصل رأس شهر يلقا روحوا موسيل أكثر من شهري باش باش يعيش كيما اللي يقرأ كيما اللي بطال كيما اللي كلهم كيف كي دولة ما تشجع حد نهار كم بس عايمين كم أيامات الانتخابات كلهم يتلمدوا في التلافذ هوي هوي لحديث منا ومغادي توفى للمدى بتاع الانتخابات يرجع كل شي كيما كي كل الباجي كل يمات لا يرحموا كل يجاي بعض وكشات كل كل ها كيف كيف كل ها ما فهم ياه ويني مواطن الشغل لعبيت اللي بطالة أكثر من مواطن الشغل اللي موجودة مسؤولية الدولة نشوف كنجت الدولة موفلة برشا مواطن شغرة ويخدم الشباب على روعه الشباب الكل يحب يخدم على روعه أماما همشوا موفرين كالبناوية يتخدموا مروحة في الكارة عليها خطلقصوا 300 والراجل 300 ما تعملوا حد شايفة البلاد التناجم تقول الموبادرة وشوية من الشغة من الدولة الزوس شوية من الدولة وشوية من الشباب الشباب هذي الكل يتشوفيه كلهم عندهم ديبلومات وكلهم قارين وكلهم مواطن حاب نعرف أنا إنسان متمكن من معناها شهادة فهمتني ونيفوه في القرية واصل زفا فهمتني وعاتل عن العمل شنية معناها؟ شنية الغريب في الأمر شنية هذي؟ ما عناش رئيس بها ما عناش حد شاي معناها معناها بلاد في أزمة ماشي ونرمال نحن ديما معناها مخلين على ربي وديما متفاعلين خير وشدة في ربي يقول وأنا نستنيه ديما نقوله إن شاء الله الرئيس اللي بشي يجيه جديد ولا ما نعرض شكون إن شاء الله فهمتني تتحسن شوية تونس بالنسبة لي أنا الشباب بتعطاوه الشباب بتعطاوه نشوفيه أنا ما يخدمش معامل على لأمه ولا ببيه معاملين على برشة حاجات الدولة هذي مخلتش لعبات نهار وادي عيش ونهار لي واعد حتى وولي معناها عايش معناها موبي قات ومعنش نجم جملة يسكر في الليل والسباعة تقول لأمه برختم ولا ببيه برختم سيبيني خان ورقد ويحط المخادة ويرجع يرقد معنا برش بالتقس وامه واخته تاعبين وامه واخته تاعبين وامه واخته يجيبوا الفلوس وهو معامل برش بالتقس برشة كورد قاعدة تسير والله برشة كورد قدامي قاعدين يسيروا قاعد يوخته تمشي لاربعة أصباح تخدم وامه واربعة أصباح تخدم وبايه وموجهات في الكييس يمشي حتى للجنوب يخدم معامل برشة تسمع كين عتيني تسمع كين عتيني تسمع كين عتيني منت البلاد هذي حتى كيتك يوجي رئيس مش تقعدين هي لعي البلاد والله مش تقعدين هي مش تتغير جملها البلاد والإستاذ بشي قدوهم وهمش يتبدو ماهمش ياخذ ماهمش يعملوا حتى شريبعه إ excluded الدول rix الدولة تتحمل مسؤولية الشباب انت عنا ضايعها البطالة عاملة هونما كيمشوا لأي ولاية ولأ اي معتمدepy شوفوا البطالة زيني بزي هك تشوفره الشباب انت بيذك تراها الشباب كل ذك بطل لكثري مسؤولية الدولة خلت الدول مش قاعد توفى مواتن شغل مثلا هاو نحكو حتى بعد الثورة مفهم شي مفهم حتى مواتن شغل به برشة برشة حاجات معناه حتى ماذاين كي جدتك أمريكا بش عمل لك مواتن شغل قلت أمريكا ألماني بش عمل لك مواتن شغل متع 12 ألف مواتن بشيخت على دار فولزفاق ما خلوا ريش مشت عملته في المغرب انتي 12 ألف مواتن تفضلك مشكلتك في البلاد مواتن تفضل مشكلة لهنية معناه الدولة مش قاعد تعملك في مواتن شغل مثلا زادة كيف سليم ريحي سليم ريحي مبارح يحكي في التالفزا سليم ريحي مبارح يحكي في التالفزا تخلص سليم ريحي يحكي في التالفزا قلت كان من 2011 إلى 2017 صار في 630 مليار و 640 مليار هاك في بيلك موين نمشيه هذا 680 مليار بيش تقول لي صارفوا مع الكل يوب معناه في المحكمة قالوا له صارف 62 مليار كاو بيخي وين صارف بمعدل 310 مليار في النهار وين باش نفعني انا حملة انتخابية وحملة ونعمل لك ونتخبني رئيس دوليين تخب فيك شبيك ما تروفر ليش مواتن شغل انا انا مزلت ناقرية واثومة واثاكة 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 فاش بش يخد طوين تيمشي مثلا تيمشي المعم ابس تحكيه باش تمشي المعم باش تقدم باش تختم تدخل تخدم فيه تفهمتني سبحان الله انتي مقريتش على روحك موصلش معنا للنيفو اللي بشير بنجم تدخل نحاهم معنا اللي وصلوا هذوكم تلقى كيف كيف نفس كيمة لمقراش تلقى روحك تخلص في 500 تلف تصر في 600 تفهمتني هاو انتي بدرت ومشيت وحاولت تخدم ما تحبش معناه تبقى الياخت في الدار باش ما تبقاش في مشاكل مع الدار وديما تحب معناه تعاون الدار خاطه تبار كله ويحطه معاش صغير لازم يخدم على روحه على قليلة يخط شوي المشعل على باي تفهمتني اخوية الدولة ذي ما خالتيكش تجيت غاليلك انتي في المعيش ونفس السالير انتي معناه نخلص سنة 500 تلف وحاك تتماطم بثلاثاليه وشنين موضوع ذي كيف تجي باكل حليب بصناشنينمية معنا طالبين حد شاي موضوع ناسية الخوية نقصونا في العيشة خانعيشو ناكلو نشربو مرتاحين مع الدار عليش ناس تلزل تحرق والاخر او ماشي ليبيا والاخر تبراكي والاخر عليها اخوي عبيت نظاف تامشي دورها انتي اللحوم الشعبية لكل طريقة قليل ياسر انتحدة كموضوع ويضرب مضروب في وجه عبيت نظاف تخوي تريه بطال وليبس خير مليخت فهمتني؟ عبيت اخوي انا نحبه نحبه تنقصونا شوي في المعيشة اغلب الشباب لا يعمل شبش يعمل الشباب تفسر لي شبش يعمل انتي يحط له اعطيه اعطيه الامكانيات طو تشوف الشباب يش يطلع وش يخدم وش يعمل صح ولا انتي يوفر له اعطيه الامكانيات طو هو يخدم وطو يعمل وطو يقدر اي ما تخليش فماش انسان ما هوش قادر بش يعمل وما هوش بش يزيد البلاد هذي اما انتي شجعوا اعطيه ابسط الحاجات ما فهميش ما يشجع عليش اللعباء الشباب يتلذب يحرق وتلقاه ولا يلحم في الزطلة علي خطر الشباب ما هوش خطر الدولة ما هيش موفرة الامكانيات كيفاش نضمنوا مستقبل افضل لوليداتنا وشنية الاجراءات اللي لازم يقوموا بها المسؤولين جدد المسؤولين ينجموا يوفروا مواتن شغل للشباب باش ينجم الشباب معناه يخدم اكتوب اشتر الشباب قاديمش يحرق ويموت في البحر خطر اغتعلوا الامل في البلاد هذيه ونتصور كيفية يعطوا حق الشباب معناه كما يعطينا يعطوا في حقوق الولادهم هما يعطوا حق الزوالي تهو يخدم الشباب الكل على روح مش الشباب اللي ما يقود عنده الشباب ما عادش عنده ثيقة في الحكومة وفي البلاد والله يهجر البولدين اخرى خطر ملغياش حقه في البلاد وملغياش خدر وجملة شنو الحل في راي؟ والله كتجي تينا حكومة شهد البلاد وقارية مثخبة من خطر الحال بسنلقاه هنا مواتن عادي ما عارفشنا والحال لازم يفوفرونا مواتن شغل باش نجم يذن قذ الشباب من الابتالة ومن الهجرة من البلاد هذي كيفيش تشوف تونس في المستقبل؟ والله يما نجم ما نحكم عليه كيفشوه في المستقبل كان يشدوها رجال البلاد تنجم تتفرهد ونشوفوا برشا حاجات بها خير من اللي عادي اللي عادي نعيشوا فيه في الوقت الحال يعملوا مواتن شغل يوفروا مواتن شغل طي يخدم الشباب على روح هذي الحل اللي نشوفيه الحل مشكلة البيتالة ديما هم يعدوا في العباد طاو نحوطوهم يخدموا بتي انت يا حمد شكالتي في البلادية يدخل فاها بالمعارف حمد شكالتي رئيس بلادية يدخل فاها بالمعارف برشا ما همش منحوهم يخدموا والله توقع ليه هذومهم ميخدموش بالرسمي هذوم عليه ميخدموش كلنا خاتي قدك محمل علومة وبيت والله ودي مش يبقوا هكيك هكتشوف انا نحكيه هم يضحكوا ولا عمبيرهم بالتقس والله لا دي أبسط الحاجات فما كل إنسان عنده فيما يقول فيه روح مغروم بحاجة كذا نجم يلقى روح في فورمسيون ذي كي ينجح على اللق انتي تكون هلو تجيبه الممكن هلو بشيك توفر له مواطن شغل توفر له كم مثلا دار الثقافة بشي تتاقف شوي سبحان الله من الاخر تونس تونس لازمها رئيس رئيس واحد تونس لازمها رئيس واحد رئيس قوي ما يخافش كما اللي سبخوا تونس لازمها رئيس هيه قوي 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 وبنا انتخبوه فرنسا هيه اللي مش تحط الرئيس يتحب عليه من الاخر مستعمرين لطو مستعمرين الفصفات والنفط والخيرات شو معناها ليبيا فاها والزاير فاها والتونس ما فيهاش ساليا فسروهانا يا خوز جاه ربي فسروهانا والله المستعمرين من فرنسا لطو هي اللي تتحكم فينا وهي اللي تحط اللي تحب عليه تمشي تنتخب ولا شونا وليه غالط الكلام يزي سايب عليك يا راشد لازم يكون عنا رئيس رجل لازم يكون عنا رئيس رجل رئيس ما يخافش ما يخافش والله نقصين برشة واعي معنا هنا في رويحنا معنا كشباب نحكي نقصين برشة واعي فهمتني انتخابات هذه ما ندخلوش فيها جملة ختم مناش عارفين شكون شكون الحزب البي وشكون الحزب الخائب فهمتني وبالله جمعتك الكريسي والسياسيين ما شاء الله عليهم بارك الله مسيرش يحاولوا يقبلوا معنا كلمنا هذا وكتيش أذية رو يتسمى اكتيشاف عيوب خطر يعرفوا هما أذية هما يسموه اكتيشاف عيوب هو رو موش اكتيشاف عيوب رو رو حق من كل شاب معنا شباب يتمتع على روح وراء مش يرجع يقر على روح عادية الحكاية أعلق والله لازمهم يوفروا برشة معنا مواطن الشغل معنا بش الشباب الكل يخدم وكيما قاعدين نشوفوا في الحالة ذيت شنية في المعامل يتقبل خدمة الظل يتضطرد وزيد السالير مش كافيش حتى يمشي ترونسبور وفتور 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 ما يجيش معنا مش بشي فضل معنا مش بقى معنا شنية المواطن مش بقى يخدم معنا مش بش يكلوا وترونسبور ويخي زادة عنده الحق بش يمشي يتفرهد بش يمشي يعمل كل معنا اللي يساعده زادة بنشارية جي قاد بقدم معنا يكريه بميه وضو وزيد بشي بكل صغار وبش يزيد بها يلزم يتلفتوا للشباب ويوفروا لهم مواطن مشغل معناها ولزمهم يتلفتوا للشباب يوعوه ويخلوه يبعد على لونتوراج الخايب ويبعد على حاجته ذهم نهنية كيما نشوف الشباب معناها شنية نهنية يمشي للقرد يمشي للقرد معناها حيطوا في الشمس معناها حيطوا في الشمس في السخانة ومبرشة مرض معناها جرايرة ذاكة معنا الشباب معنية متهمش حب ولا تكرم متهمش مستقبل غامض ما فهماش اي ما تفهمش كل واحد يجيبوه بش يحكي على معناها شون بش يعمل كان يولي رئيس دولة ما يعطيكش حاجة واضحة كل واحد يحكي مثلا كيف نبيل القرد يجي عطيه مقرون انوكل اذا يجيعان انوكل انوكل اي مصحيح وين انتي في عوض توكل وتوكل انتي ذاي بطال ما عندوش فلوس مش هيكل في عوض تعطيه يراكل ووفر له موطن شغل طيو يجيب الماك لو يجيبه بجهده هو وبعد تقول شبين معنا شبين شعب ما يخدمش يساعدني عاديانا ننتخب نبيل القرد ينشد الدار وضربة ضربتين يجي يوكل والله الدولة هي اللي تضمن لهم الدولة هي تنشم تضمن لهم مش المستقبل انتحهم تنشم تنشم كما تشوف انت في الانتخابات هذي قداش من مليار تنشم هي المليار توفر على على الشباب الزايع سما زايع الشباب انتعال اوكل كي نزمك واحد ما شباب هذا هو كرجال كبار وواحد صعيب على المنوم شد واحد ما شباب بيعرف الشباب بيعرف مشاكل الشباب بقراه في الجامعة وتخرج من الجامعة تخرج بطال ياخد بشكل شده ويخرج يقعد بطال اعطيه انت اعملوا هوف اما تنمية مهالية لانا هوف اما كل شيء اي حاج اعطيه انت تعطيه ابسط حاجة تعطيه يعمل مشروعة صغية تعاونه مش يعمل مشروعة صغية كان نجاح تعاونه ومشي نجاح ما نجاحش انا 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 سلف يوفرون كيمال اهنية نحن في المحمدية نجح يخدم يخدم اللقاء على نجاح اي حاضين اي حاضين شباب نجاح بسوارن هاد ميخدم بهم attempt يخدم بيتكون حد تكون حاضين نجاح ما jugب ما عنده ما يعمل ما عنده ما يعمل يتوفر له بطبيعة يحلوا معاملة هنا حاجات أكاية الشباب يختم في البرامج السياسية على خلاف 2011 و2014 ما فمش وعود بالتشغيل هل أنه الشباب لم يعد أولوية ليه منظن ما عندهش أولوية أسمعني الدولة هذية يلزمها يتوفر هي المهتمة بالحكايات التي تخص الشباب والشباب تبيعتهم مطالب بالخدمة ورأوا الدنيا في تونس لهنيرا يميشي وتتدهور الحالة ورأوا الشباب يعني بش يذيع ويلزم الانتخابات هذية يشوفوا موضوع للشباب فهمتني خاطر كان مش يقدم ومش يعملوا حط شي ونظن إلي بش زيت الدهور لحالة الشباب حسب ما نشوفه طاو الشباب فهمتني في الدراسة الحكاية الوزارة الطريبية وكذيه ولزمها تهتم بالحكايات هذه عباد بطالة فهمتني إلي قارين مش يخدموا إلي بش هدته ومش ميخوا حقه إلي يعني متخرج وكذيه ومش ميخوا حقه يعني يزمن فئات الكل العباد الكل يلزمها يوفروا لها مواطن شغل بش تتحسن الأمور وبش يطلع الاقتصاد وبرشة حاجات أخرين فهمتني والشباب رأوا مش مش يعني مواطن شغل بركة يعني يزم يزم دور ثقافة يلزم برشة حاجات فهمتني بش تثقف الشباب بش يعني المخاخ يعني تولي فهمتني متطورة وكذي مش هكيكة يعني الشباب طب شي ذيه الشباب تبيعته من أول الدنيا ما ندوش أولوي أخر حاجة يخمم فان الشباب كل يدخل مع المناصب عطيه يشيد المنصب يوعدك أو مش نعمل لو مش نعمل لو مش نعمل لو مش نعمل لو مش نعمل الوقت يشيد المنصب ينسى كل شيء ما عاش تعدى حتى من خدمك ما عاش شوفه والوعود اللي يعطوهم الكل في البلدية برا مشيكرة برا شوف انت الوعود اللي مش عطوهم في البلدية شوف نفذوش منهم حتى ابنت جيت حتى معي قلق ما عاناش فلوس البلدية ما عاناش فلوس بشتعمل مات بني مش كل مش يدخل الشباب يعطي الفلوس بشتعمل لو ما كنتي لسم كتعمل مشاريع عملو حاجة مشتتقلن مشتوفر ونتي الشباب كيمة كيكة قاعد في القاوم بطال كل ما شوفتهم خدش من واحد قاعدين بطال وين مش يمشوا ايجا نص الليل ايجا مضي ساعتين ايجا مالثلاثة ايجا الاروعة تأصباح تتلقى ايجا سلمانين بتاع أصباح التسعة والعاشرة والحداش ونص نار ما تتلقى حد في الليل تتلقى سهر عالكيس في الليل تتلقى سهر اكشوفهم وين يمشوا سهرين عالكيس جنابو تابت من نوم ما عادش يجي نوم يرقد الاربعة والخمسة بتاع السواح كان جاي يخدم وتاع ابو واحد كذي مش تلقى اغا ديكا شوف امو عنده شوف بوه عنده شوف خويته عائلة تلقفها اربعة اخوة ما يخدم حتى احد ساعة البوه ما يخدمش والولاد ما يخدموش تخرج اموهم تمشي تخدم في الديار واحد مش تعيش عائلة كام انده